موسيقى حياكم الله ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمتابعة ملف المشاورات على ضوء المستجدات السياسية والعسكرية يصل ولد الشيخ إلى صنعاء لبحث مطالب وشروط السلطة الشرعية التي التقى موثلها في الرياض قبل العودة إلى الكويت لاستكمال الجولة الثانية من المشاورات قبل وصول ولد الشيخ إلى صنعاء كان مجلس الأمن يدعو الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات بدون أي شروط إلا أن السلطة الشرعية باتت أكثر حذرا وتصميما على ما يبدو في رفض العودة إلى عملية سياسية لم ينتج عنها سوى مزيد من التنازلات خلال الشهرين الماضيين تلقت السلطة الشرعية دعما جديدا من الأحزاب السياسية التي دعت لعدم الذهاب إلى الكويت قبل تنفيذ الالتزامات السابقة وتحديد موقف من المرجعيات التي تستند إليها هذه المشاورات فيما كان رئيس الوفد الحكومي يؤكد عدم نية وفده العودة إلى الكويت قبل تحديد جدول زمني للمشاورات التطور الأهم هو في مجلس الأمن والذي توحي مواقف أطرافه أن هناك انقساما بدأت ملامحه بشكل أوضح للمرة الأولى في مسار الأزمة اليمنية منذ قرابة عامين من عمرها هل ستلتئم مشاورات الكويت مجددا وعلى أي أساس ما حقيقة التغيير في الموقف الدولي من الأزمة اليمنية وكيف تتعامل الحكومة والتحالف العربي مع هذا التغيير هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا لهذا المساء من زوايا الحدث ولكن بعد متابعة هذا التقرير ابقوا معنا إلى أيام أخر على الأرجح سيتأجل موعد الجولة الرابعة من المحادثات التي كانت متوقعة منتصف يوليو الجاري بعدما لم يتحقق أي انفراج لا بل إن الأزمة احتدمت أكثر فأكثر في ضوء التصعيد السياسي والعسكري وطلب المكونات السياسية التأجيل المشاورات جرى عدم اكتراث الميليشيا بجهود الحل السلمي واستمرار التحشيد على الأرض لعل ذلك هو ما أقنع الأمم المتحدة بتجديد الدعوة لعقد المباحثات في موعدها المحدد والإجماع على أن المفاوضات لا بد أن تمر حتما عبر انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح والسعادة الدولة والمضي وفقا للقرار 22-16 والمرجعيات الوطنية تريد الحكومة ومن ورائها التحالف العربي إعطاء الأمم المتحدة فرصة تحمل مسؤولياتها قبل الخوض في ضربة عسكرية يجري التحضير لها ضد الإنقلابيين تؤكد أيضا تمسكها بالأولويات والمرجعيات إذ كيف سيتم الانتقال من المواجهة إلى الشراكة من دون أن تستعيد الشرعية الدستورية سيادتها في البلاد أما الميليشيا فمستندة لدعم إقليمي ودولي تبحث عن أوراق ضغط لتمرير مسألة الشراكة قبل أي إجراءات أمنية إيران تساند وتدعم وموسكو متحمسة لمثل هذا السلوك الأمر الذي يبدو عليه المجتمع الدولي عاثرا في اتخاذ خطوات لحلحلة الأزمة في هذا البلد وفق مصادر أعلامية فإن روسيا للمرة الثانية عرضت صدور مشروع بيان أممي تضمن صياغات وتعديلات أدخلت بطلب من الحكومة ودول التحالف أهمها التأكيد على ضرورة استعادة الحكومة السيطرة على مؤسسات الدولة وإزالة أي عقبات وعراقلة في هذه المؤسسات قبل أي إجراء سياسي هذه الصيغة المعدلة جاءت مختلفة عن صيغة الخارطة المقدمة من الوسيط الدولي دون توفر توافق واتفاق بين المتشاورين وهو ما أرد من خلاله إسماعيل ولد الشيخ أحمد إدخال المشاورات في متاهة زمنية من القفز على الأولويات لكن الحكومة مؤخرا اشترطت تزمين المحادثات المقبلة والالتزام بالمرجعيات وتقديم ضمانات لضبط الطرف المعرقل خاصة بعد الجولات السابقة الموسومة بالمتاهة والفشل حياكم الله مشاهدين الكرام ونبدأ هذه الحلقة مع الصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية ياسر الحسني ياسر أهلا بك معنا في هذه الحلقة بداية لو تحدثنا عن أهم النقاط التي بحثها الرئيس عبد الربو منصر هادي والوفد الحكومي مع والد الشيخ اليوم في الرياض أهلا وسهلا بك أخي بشير وبالمشاهدين الكرام يعني هناك كثير من النقاط التي تطرق لها لقاءة فخامة رئيس الجمهورية مع المبعوث الأممي أهمها أولا أن لا عودة لمشاورات الكويت قبل الالتزام بتنفيذ القرار وكذلك أن لا تخرج المشاورات على المرجعيات المحددة لهذه المشاورات نحن نعرف جميعا أن الجميع ذهب للكويت بناء على مرجعيات ثابتة ومتفق عليها مسبقا هي المبادرة الخليجية وآلتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 للأسف الشديد بأن الرؤى والمقترحات التي قدمت للأمم المتحدة تنسف هذه المرجعيات الأساسية للمشاورات مما جعل الحكومة الشرعية تصعد وتعلن رفضها لعدم استعداتها للعودة الكويت قبل تثبيت أقل شيء المرجعيات التي تم الاتفاق عليها نعم ياسر لو وضعتنا بصورة أدق النقاط التي حملها ولد الشيخ أو خارط الطريق أو النقاط التي حاول أن يقنع فيها الرئاسة والحكومة وفد الشرعية في الرياض ما هي لأذهب لمواصلة مشاورات الكويت والسئنافة من جديد؟ ولد الشيخ يريد أن تبدأ المشاورات على رؤية قدمها وهي أن تبدأ عملية الانسحاب مليشيا الحوثي بالتزامن مع إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطنية وهذا أمر مرفوض الحكومة شكلت من قبل سنة من الآن وقبل سنتين في صنعافة فاقتحم الحوثي هذه الحكومة واعتقل الوزراء وحاصر رئيس الجمهورية نحن لا نريد أن تكرر الأخطاء من جديد لابد أول شيء من علاج المشكلة الأساسية لليمن نحن نعرف جميعا ما حصر في بلادنا أن هناك انقلاب لابد أول شيء الانسحاب من المحافظات وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات دولة والإفراج عن المعتقلين ثم الحديث عن العملية السياسية أو استئناق العملية السياسية من حيث توقفت لابد أيضا من تحديد ثقف زمني لهذه المشاورات يعني الحوثي يريد أن يلعب على عامل الوقت للأسف الشيء بأن المبعوث الأممي لا يهم إطالة عمل المشاورات ويريد أن يحقق أي انتصار شخصي يحسب للمبعوث الأممي في إنجازاته الأممية ولا يكترد بما يحدث في الداخل الحكومة تؤكد حرصها الدائم على سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني لكن للأسف الشيء بأن المبعوث الأممي يريد أن يطرح حلوم ترقيعية ستعيد إنتاج حروب أكبر من السابقة نعم ياسر ولد الشيخ تحدث بأن هذا النقاط التي جاء بها والخرطة هي عبارة عن وجهة نظر شخصية كيف يمكن أن يفهم مبعوث أممي ممثلة الأمم المتحدة للمشاورات أن يرجع ما يقدمه بأنها وجهة نظر شخصية إذا كانت وجهة نظر شخصية إذن لماذا يقدمها أصلا؟ في الحقيقة ولد الشيخ هو تبنى وجهة نظر لبعض اللاعبين والفاعلين الدوليين في الرعاة للقرار الأممي هذه الرؤية التي تقدم بها كانت رؤية يحملها السفيرة الأمريكية وسفيرة الاتحاد الأوروبي فوضعوها على ولد الشيخ ولد الشيخ أعلن عن هذه الرؤية قبل أن يتفق مع الأطراف حتى الطرف الآخر لم يتفق معه الحكومة رفضت هذه الرؤية لأنها تفاجأت أن ولد الشيخ يعلن عن اتفاق الطرفين عن هذه النقاطة وعلى هذه الرؤية فتفاجأ الوفد الحكومي على الرفضها عندما رأى ولد الشيخ الرفض الحكومي لهذه الرؤية التي تنسف المرجعيات والأسانتيات لمشاورة الكويت تراجع عن هذا وتحدث عن رئيس الجمهورية بأن هذه وجهة نظر شخصية وبإمكاننا أن نعدل هذه الرؤية والأهم أن تستمر مشاورة الكويت رئيس الجمهورية ورئيس الوفد التفاوضي كانت طريحين مع الوفد الحكومي لابد قبل العودة إلى مشاورة الكويت من تثبيت أقل شيء جدوى الزمن تثبيت المرجعيات الأساسية لمشاورة الكويت لن يذهب أحد الكويت ما لم يتم بوضع جدوى فعما نفهم بأنه تراجع بعد رفض الرئيس والحكومة عدم المشاركة حتى يأتي هناك التزام تراجع ولد الشيخ عن هذه الخالطة التي قدمها بعد الرفض من قبل الرئيس والحكومة هو لا يتحدث عن تراجع بشكل كامل ولكنه يتحدث عن تعديل بعض البنوك يعني هو يتحدث عن ضغوط يتعرض لها من كثير من الفاعلين الدوليين أو السفراء الأجانب والسفراء الدول الثمانطاعش هناك بعض السفراء للأسف الشديد يحاولوا شرعنا في انقلاب الحوثي وخاصة السفير الروسي وتفيرات الاتحاد الأوروبي وانضم إليهم والسفير الأمريكي هناك رؤى تحاول أن تشرعنا الانقلاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكن هناك رفض من قوى الشرعية ورفض من قوى التحارف العربي التي تساند الشرعية هناك أيضا دول كثيرة من دول العالم الحر تقف معنا وتقول بأنه لابد أولا من تنفيذ القرار الأممي والذي ينص على انهاء الانقلاب ثم الحديث عن توسيع الحكومة الحالية بما يتضمن مشاركة الحوثيين والمخلوع صالح بعد سحب الاصلاح والانتحاب للمدن ثم والسعادة مؤسسة دولة ثم الحديث عن السنف أي حواق فيها فيه تكرم بالبقاء معنا ياسر نشرك معنا في الحديث الباحث والمحلل السياسي لسول عبد النصر المودع من عمان سول عبد النصر مساء الخير أهلا مساء الخير أهلا ومرحبا بك سول عبد النصر لو بدأنا معك من ما يبدو أن هناك انقسام في مجلس الأمن فيما يخص الأزمة اليمنية ظهر ذلك من خلال الإصدار ربما بيانين متتاليين من قبل المجلس الأمن وما إذا نظرنا إلى ما تشير هذا الانقسام وإلى ما يشير هكذا بيانات تصدر الواحد تلو الآخر يعني حتى الآن أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم حتى لأن ليس هناك من بيان آلية إصدار بيان رئاسي تتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء وعدم تحفو وعدم اعتراض أي دولة وهذه الآلية لم تتم ربما رفض الحكومة سول عبد النصر رفض الحكومة والرئيس هي ما عرقلت هكذا هكذا يعني البنة التي أصدرت وأيضا إذا ما تحدثنا عن الصيغة التي قدمتها الحكومة والتحاول ووقفت روسيا وأمريكا وبريطانيا روسيا وقفت لدعم هذا الأعضاء التي قدمتها الحكومة لم يصدر أي بيان أنا كما ذكرت لك لم يصدر أي بيان البيان الرئاسي لا يصدر إلا بموافقة جميع الدول هذا يختلف عن القرار القرار يتطلب موافقة تسعة أعضاء أو عدم اعتراض أي دولة من دول البيتو لكن ما حدث هو كان هناك مقترح لصيغة بيان حسب ما ورد في الأخبار كان هناك مقترح لصيغة بيان تم الاختلاف حول الصيغة الأولى واختلاف على الصيغة الثانية وبالتالي حتى الآن لم يصدر أي بيان رئاسي يبدو أن السيناريو الذي كان معد منذ فترة البيان الرئاسي أخر بيان رئاسي حول اليمن كان هو في بداية المفاوضات الكويت هذا البيان أعطى للمبعوث الأممي لمدة شهر بأن يضع خطة للسلام وبالتالي خارطة الطريق هذه هي جزء من ذلك السيناريو الذي أيده بيان رئاسي من مجد السلام كان هناك تكمل لهذا السيناريو أن يصدر بيان رئاسي يؤيد الخطة بعد أن تم تجهيزها من قبل المبعوث الأممي ولكن لعدم اتفاق الأطراف اليمنية حول خارطة الطريق أكثر من دولة كان لديها تحفظ على البيان الرئاسي وفي الأخير لم يصدر أي بيان رئاسي ما يحدث في مجلسة الأمن بخصوص اليمن أن هناك أولا في ما يشبه الاتفاق داخل مجلسة الأمن وتحديدا لدى الدول الكبار بأن لا يسمحوا للأزمة اليمنية بأن تستمر بصيغتها السابقة بمعنى أن لا تستمر الحرب بصيغتها السابقة إذن السؤال سيد عبد الناصر لماذا لا تطبق القرار الأممي الذي جاء الجميع من أجل تنفيذه وأيضا النقاط الخمسة التي تم التوافق عليها في بيان السويسرية يعني هذا في الوضع الدولي الراهن قرارات مجلسة الأمن لا يتم تطبيقها إلا إذا كان هناك رغبة وإرادة دولية حقيقية لتطبيق هذا القرار ما حدث أن قرار مجلسة الأمن تم تحت البند السابع صحيح ولكن تحت البند السابع لا يعني استخدام القوة وهذا هناك خلط كثير من المتحدثين يتحدث عن أن قرار الصادر عن مجلس الأمن مجلس استخدام القوة هو تحت البند السابع بمعنى أن أي عقوبات أو أي مطالب تصبح الزامية على الدول بمعنى أن الدول ملزمة أمام المجتمع الدولي وتعتبر خارقا للقانون الدولي إذا رفضت تصبيق هذا القرار فالعقوبات التي صدرت عن هذا القرار هي كانت تأكيد لعقوبات لقرار سابق وهي العقوبات التي صدرت نعم ربما لم يتوقف نعم سيد عبد الناصر ربما لم يتوقف عند عدم استخدام القوة لتنفيذ القرار الأممي وانعكس ذلك على الضغوطات على التحالف العربي وعلى الحكومة الشرعية بمثلا عدم دخول صنعاء عسكريين كما يقول الكثير يعني بصيغة أو بأخرى ضغوطات لإيقاف الحرب وعمل هدنة مفاوضات معينة إطالتها من هكذا أنواع ربما هذه الطبخة يهيأ لها من أجل إقناع الحكومة والتنصل عن القرار الأممي الحقيقة ليس هناك من طبخة بهذا المعنى وعلينا أن نقلع عن التفكير بأن هناك مؤامرة وبأن هناك خطط هناك واقع على الأرض الدول الكبرى تحاول أن تتكيف مع هذا الواقع وفقا لمصالحها هذه الدول رأت بأن الحرب بسلوبها الذي كان يصير عليه ليس له من أفق إلا تفكيك اليمن هكذا هم يرون ولديهم إلى حد كبير حجاج على الأرض المناطق التي أصبحت محررة لم تعد إلى سلطة الدولة الشرعية وبالتالي قدمت السلطة الشرعية نموذج سيء لم يكن أحد بأن كيف لم تعد سيد عبد الناصر سيد عبد الناصر اسمح لي في هذه النقطة كيف لم تعد والآن كما تعلم ربما إلى حد كبير تسعين في المئة الأوضاع مستقرة في عدن الحكومة الشرعية متواجدة في عدن أيضا في مأرب في حضر موت صحيح هناك بعض الاختلالات لكن تواجد الدولة حاضر ليست الدولة ليست السلطة الشرعية ما يوجد هي كيانات تحت تيافط في السلطة الشرعية ولكن في عدن ما يحدث هو سلطة مسخ لنعرف طبيعتها ولا كنها هذه السلطة التي مارست طرد الجزء من مواطنية الدولة ليست السلطة الشرعية التي تتبع الجمهورة اليمنية ولكنها سلطة تتبع ربما هذه النقاط ربما هذه النقاط هي جزئية وتخص الشأن الداخلي لكن فيما يتعلق برأي أمام المجتمع الدولي أمام المجتمع الدولي ما يعني المجتمع الدولي هو يتخاطب مع الجمهورة اليمنية ومع حكومة شرعية معترفة وهي تمارس مهامها من عدن بغض النظر عن بعض التصرفات التي تتحدث عنها مثلا في محافظة عدن تهجير بعض الأسباب معينة لكن الطابع العام أن الحضورة دولة حاضرة متواجدة في عدن في حضر موت في مأرف في كل المناطق المحررة وهي لازلت الآن في معركة حتى استعدت بقية مؤسسات الدولة إن شاء الله السلطة الشرعية ليست فقط اسم معين واعتراف دولي فقط ولكن يجب أن يكون هناك حضور وأن يكون هذا الحضور حضور فعلي وحقيقي وليس حضور حتى الحضور الرمزي لم يعد موجود لم يعد هناك علامة الجمهورية اليمنية لم يعد يرفع في عدد ولا في المناطق الجنوبية وبالتالي هذه واحدة من الاختلالات الجوهرية والمهمة ليست هي مسألة داخلية العالم أيضا بيرى بأن السلطة المناطق التي أصبحت بعيدة عن سيطرة الحوثيين الجماعات كثير منها جماعات منفلثة وجزء منها جماعات إرهابية وبالتالي هو ليس مقتنع بأن السلطة الشرعية قادرة على أن تخضع المناطق التي ستصبح سيطرتها من ناحية ثانية أيضا العمل العسكري حتى الآن ليس له أفق وليس بإمكان الحكومة الشرعية أن تكون بعملية جراحية سريعة تتخلص من القوى الإنقلابية ربما لو أتيح المجال وأتى الضوء الأخضر من المجتمع الدولي بفشل هذه المشاورات ربما تحسم المعركة قريبا وكما تعلم زيارة الرئيس عبد الربو نائب الرئيس رئيس سيئات الأركان المقاومة الشعبية في مأرب الجيش الوطني يقولون بأنهم على أتم الاستعداد للتدخل العسكري وحسم المعركة علينا أن لا نستسلم للأوهام ونستسلم لهذه التصريحات علينا أن نكون أكثر واقعية ونستعمل مع الواقع الجيش الوطني وما يسمى بالمقاومة لم تستطع أن تفق الحصارة عن تعز ولنا سنة وأكثر من سنة وهم يتحدثون بأن المسألة سابع وأيام نعم طيب سيد عبد الناصر حتى لا نتشعب ربما نعم خرينا عن الموضوع قليلا سيد عبد الناصر نحن موضوعنا هو يعني عن عودة المفاوضات إلى الكويت وموقف المجتمع الدولي تكرم بالبقاء معنا سيد عبد الناصر أعود للأخ ياسر الحسني من الرياض ياسر هل يبدو قرار الحكومة بعدم المشاركة هذه المرة في استئناف المشاورات في الكويت قرارا نهائيا؟ لا أعتقد أنه قرار نهائي هناك يعني ضغوط تتعرض لها للحكومة الشرعية وهناك أيضا يعني عروض تقدم للحكومة هناك يعني مقترحات تقدم أو مفاوضات تجري من تحت الطاولة أنا أريد أن أعرج على كلام ضيفك الكريم من الأردن يبدو أنه أصابه اليأس بشكل كبير الحكومة الشرعية تعمل بشكل منظم الجيش الوطني بالمقاومة الشعبية في هدنة منذ أكثر من أربعة أشهر وينتظرون الأوامر بتنفيذ الخطط العسكرية هناك انتصارات كبيرة حققها الجيش الوطني المقاومة الشعبية في كبير نعم ياسر حتى نعود لموضوع الحلقة ياسر فيما يخص المشاركة إذن إذا ما استمر الحال على ما هو عليه وولد الشيخ يصر على خارطة الطريق هل باعتقادك أن الحكومة والرئيس هذا القرار لن يتراجع عنه ولن يشاركوا في المشاورات حتى تأتي هذه الضمانات؟ أم ربما تحصل ضغوطات أخرى ويوافقوا ويذهبوا؟ إذا ما أصر المبعوث الأممي على هذه الرؤية التي تشرع للإنقلاب وتنصف القرار الأممي من مضمونه وتحاول أن تعيد الانتاج الحوتيين تحت إطار أو تحت ما يسمى بالحل السياسي هذا أمر لن تذهب أكيد الحكومة إلى مشاورات الكويت إلا إذا تلقت ضمانات بأن يتم تنفي المشاورات بناء على القرار الأممي 2216 والمرجعيات الثلاثة التي يتفق عليها الجميع وأن يتم تزمين ثقف المشاورات وأن لا يتم الخروج نهائيا عن هذه المرجعيات الثلاثة لكي يعرف الشعب اليمني أن الأمريكان هم من يعيق الحسم العسكري وهم من قدم خارطة طريق لولد الشيخة التي تريد أن تشرع للإنقلاب وأن تنقذ الحوتيين لقاء الرئيس ياسر نعم لقاء الرئيس بالسفراء وممثلي الدول الثمانية عشر هل يأتي ضمن مسائل السلطة المحل الشرعية لدعم موقفها من هذه المفاوضات أم للتفاوض حول رؤية وصيغة معينة للعودة للمشاركة في الكويت يعني هناك ضغوطات من الحكومة الشرعية وضغوطات مضادة من الدول الكبرى يعني هناك رؤية تحاول أن تفرض على الحكومة الشرعية ولكن الحكومة الشرعية تطاوم بكل قوة ولن تقبل هذه مقترحات وليست قابلة للتنفيذ لابد أن تعدل هذه المقترحات بما يتناسب ويتوافق مع القرار الأممي للمؤسسة الدولية المبعوث الأممي يعني ينبغي أن يفعى لتنفيذ القرار أو بحث آلية مناسبة لتنفيذ القرار للمؤسسة التي يمثلها الآن المؤسسة الدولية والأمم المتحدة المسؤولية التاريخية عندما تصدر قرار بهذا الحجم عندما يتعرض شعب ودولة وسلطة لانقلاب من ميليشيا انقلابية دمرت البلاد ونهبت مقدرات العباد لابد من أن تقف وقفة جادة لبحث آلية لتنفيذ هذا القرار ما لم فإن الحكومة الشرعية اليوم باتت وحلفائها من التحالف العربي باتوا اليوم أكثر إيمانا بالحل العسكري بعد انكشاف اللعبة الدولية التي تتماهى مع الانقلاب أشكرك جزيل الشكر الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني شكرا جزيل لكم تماما عبر الهاتف من الرياض عودة إلى عمان مع المحلل والبحث السياسي أستاذ عبد الناصر المودة أستاذ عبد الناصر إذن هذا التباين أو التماهي كما ذكر الأخ ياسر مع الانقلابيين هل تعتقد بأن موقف الأمريكان والبريطانيين لا يزال قويا ودعما للشرعية أم يبدو فقط نزولا عند رغبة المملكة العربية السعودية الحليف السابق لها يعني علينا أولا أن نقول بأن هناك تماهي بين الموقف الأمريكي والبريطاني مع الانقلابيين ولا الروسي ولا الصيني هناك رؤية لهذه الدول هذه الدول تسعى إلى ليس لديها استعداد لأن تتحمل دولة فاشلة مثل اليمن وأن تستمر الحرب فيها دون أفق كما يرونها بأن هذه حرب دون أفق وبأنها فقط تفكك أسس هذه الدولة هذه هي وجهة نظرهم وهم في نفس الوقت هم في خانة دول التحالف دول التحالف تعتمد سياسيا وعسكريا على دعم الدول الغربية وتحديدا أمريكا وفرنسا وبريطانيا التي تقدم معظم الأسلحة لدول التحالف ولكن على هذه الدول ضغوطات داخلية من الأخطاء التي مورست في أثناء القصف الجوي وكذلك الحالة الفوضى التي تسود اليمن تجعل هذه الدول متخوفة من استمرار الحرب وبالتالي هي مارسة ضغوط ولا زالت تمارس على السعودية قناعة المجتمع الدولي كما ذكرت سيد عبد الناصر بأنهم لن يترك اليمن يعني ينجر إلى مربع أكثر وليس لديهم أي استعداد بأن تكون هناك فوضى مثلا في اليمن إذن السؤال الأهم الواجب على المجتمع الدولي أن يطبق القرار الأممي الذي أصدره يعني نفهم الآن أنهم يبحثون عن صيغة أخرى بعيدا عن القرار الأممي يتنصلون من القرار الأممي القرارات الأممية ليست أولا بهذه الصيغة تطبق إلا إذا كان هناك قوة على الأرض قادرة على تطبيق هذا القرار والقوة على الأرض هي كانت في قوات دول التحالف والمقاومة والجيش التابع للسلطة ولكن بالآليات السابقة منذ سنة ونصف لم تستطع هذه القوات أن تحسم الأمر بالصورة التي كان يؤمن لها أثناء صدور القرار حاليا يرى المجتمع الدولي وهي رؤية قاصرة أنا أعتقد هي رؤية قاصرة ولكنهم ليس لديهم خيارات كثيرة يرون بأنهم من الممكن الدخول في سلطة انتقالية تشرك الجميع ما فيهم والانقلابيون وهذه لو حدثت هذه ستكون في كل الأحوال في أحسن الأحوال ليست إلا تسوية هشة تزيد الوضع السوء نحن في اليمن في حالة في غاية من التحقيد الحكومة نعم نعم ربما وضحت الفكرة الحكومة أستاذ عبد الناصر ربما تربط عودتها الآن لمشاورات الكويت بالحصول على ضمانات فيما كان يتحدث سابقا بأن العودة ستكون لبحث تنفيذ الخارطة المتفق عليها إذن الخلل أين يبدو هل هو في وفدة شرعية أم في ولد الشيخ أم في المنطلابيين هذا كلام غير واقعي لا يمكن أن منذ البداية كانت الحكومة تقول بأن المفاوضات وافقت لتنفيذ القرار تنفيذ القرار بحدافيره يعني استسلام الطرف الآخر واستسلامه غير ممكن ما دامه لا زال قوي على الأرض هو لن يستسلم إلا بالقوة ولن يستسلم هكذا رغبة تحت ضغوطات دولية أو ضغوطات دبلماسية ولهذا السبب العودة لن تكون إلا عودة بنفس الصيغة السابقة أن يعود الجميع للتفاوض حول جميع النقاط وهذه العودة يبدو حاليا حتى دولة الكويت متحفظة لم تعد متحمسة لأن تصديف مفاوضات ليس لها أفوق مفاوضات إلى ما لا نهاية التقدم الحاصل نعم نعم سيد عبد الناصر التقدم الحاصل أخيرا في جبهات القتال خاصة في نهم وفي مأرب وفي الجوف للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألا ترى بأنها مبشرات لنقاط قوة تملكها الحكومة تجبر الميليشيا على التوقيع على كل النقاط المتفق عليها والعودة بهذه المرة بصورة أكثر جدية من السابق حاليا كل التقدم هو تقدم تكتيكي لم يحدث أي تقدم استراتيجي لم يحدث أي اختراق استراتيجي كبير في هذه الجبهات بحيث أنه يتم البناء عليه لصالح المفاوضات بمعنى لو حدث تقدم في جبهة نهم تقدم باتجاه الصنعاء إلى الحد الذي تصبح فيها الميليشيا مهددة بتهديد حقيقي في هذه الحالة نقول بأن الحكومة ستعود إلى مفاوضات الكويت وهي في موقع قوة ولكن كل ما بيحدث هو تقدم تكتيكي وأحيانا تراجع وتقدم هنا وخسارة هناك وبالتالي لا زالت الحرب تدور بنفس إيقاعها السابق لم يحدث أي تقدم من دوت تقدم باتجاه فرضة نهم لم يحدث أي تقدم دوشان حتى الآن نحن نعول على اختراق من هذا النوع ولكن الواقع على الأرض يبدو هو أصعب ليس أصعب بكثير لأننا نتحدث الآن عن صراع وجود وهذا الأمر ليس بسهولة يتم حسمه من هذا الطرف وذاك ما لم يكن لدى طرف ما القوة الكبيرة نعم القادرة على حسم الأمر نعم سلام دون نصر نعم الخيارات التي تملكها الحكومة والتحالف العربي إذا ما ظلت هذه الضغوطات تمارس من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ما الذي يمكن أن يتحرك أو المساحة التي لا زالت متبقية مع الشرعية والتحالف العربي للتنصل من هذه الضغوطات والبحث عن الحل في إطار القرار الأممي يعني الخيارات لو أن الحكومة والتحالف لديهم القدرة العسكرية لإحداث اختراق استراتيجي مهم بسريع ودون أن يكون هناك تكلفة إنسانية كبيرة في هذه الحالة هذا هو أفضل خيار لديهم ولكن يبدو أن هذا الخيار في الوقت الحالي مستبعد على الأقل أو أنه لم يختبر ربما تكون هناك استعدادات لعمل من هذا النوع وربما يكون هناك غض طرف من قبل الدول الكبرى للحكومة لأن تحقق إنجاز عسكري محدود وأقول هنا محدود لا يمكن أن يصل الإنجاز العسكري بالتقدم باتجاه سمعه لأن هذا التقدم يحمل الكثير من الكلفة العسكرية والإنسانية والسياسية التي لا تريد هذه الدول أن تتحمل نتائجها لهذا لو كان هناك مثل هذا الأمر في هذه الحالة نقول بأن الحكومة لديها خيار قوي بأن يظل الخيار العسكري مطروح بقوة نعم لكن إذا فقد هذا الخيار لو قامت الحكومة وجربت هذا الخيار وفشل ستكون خياراتها محدودة جدا وبالتالي يبدو أن دول التحالف محتاجة إلى إعادة إلى مراجعة للعملية ككل بحيث تبحث لها عن منهج آخر في التعامل مع الأزمة في اليمن الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع كنت معنا عبر الهاتف من عمان شكرا جزيلا لك الشكر أيضا للصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية ياسر الحسني والشكر موصول لكم مشاهدي كرام على حسن المتابعة تقبلوا تحايا معدها هذه الحلقة الزميل كمال حيدرا كما هي لكم مني حتى الملتقى حفظكم الله والوطن السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة